اشتركوا في القناة ما لا يقل عن 100 ألف عبر العالم لحد الآن ويتسبب في انهيار الأسواق المالية العالمية البنتاجون يرد بسلسلة ضربات ناجوية على استهداف معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بما أصفر عن مقتل جنديين أمريكيين وآخر بريطانية مرحبا مجددا نستهل النشر مشاهدين بمستجدات التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث انطلقت شركة نقل تونس بتعقيم لسطول الحافلات وعربات المترو وتطهيرها حماية لمستعمل وسائل النقل العمومية انطلق أعوان شركة نقل تونس في عمليات تعقيم لسطول الحافلات التابعة لها بمستوضع برقصعة في خطوة أولى للتوقي من تأثير فيروس كورونا المستجد وحماية لمستعمل وسائل النقل العمومي حاجة أكيد أنه التطهير وتنظيف وتعقيم وسائل النقل وفضائات النقل للغرض تم تكوين في رقل التطهير والتعقيم كيف العملية هذه مشتشمل محطات النقل العمومي ولوقاية الحريف ولوقاية أعواننا تم تزود بمواد وصابونسيل ودجال وقفزات كمامات إن شاء الله تم توزيحها وهي رسالة تمنا لكل حرفائنا أنه راه بالنسبة لوسائل النقل إن شاء الله تم تعقيمها يوميا تطلع في الكار ولا في المترو ولا في التجاه ما عندك مش نوط خير كما تم تركيز فرق يقضى بمحطة تايتونس حق الواد وبرشلونة وذلك للقيام بعمليات تقصي للمسافرين توقيا من إمكانية وجود حالة إصابة بهذا الفيروس أحداث فرق يقضى على مستوى المحطات فرق يقضى هذية مش تتولى عملية تقصي بالنسبة للبعض ممكن للحاملين للفيروس هذي دونك التقصي هذي مش يكون بدي كاميرا عن بعد معناها كاميرا حرارية فما معدت متعقيس الحرارة بش نبدأوا بالمحطات الرئيسية عن برشلونة بش نبدأوا برشلونة والتجيام فما ممثل متع السلامة معهم ومرض وبش نرهو نعموها عن محطات الكل وقد قامت شركة نقل تونس أيضا بتعقييم مختلف المحطات التابعة لها إضافة إلى شبابيك اقتناء التذاكر لمزيد الاحتياط والتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد وضمانا لسلامة مسافريها هذا وكثفت إدارة حفظ الصحة التابعة لبلدية تونس حملاتها التوعوية بعد ظهور فيروس كورونا المستجد في هذا الرابورتاج نتعرف على الإجراءات التي تقوم بها أحدى الفرق في عدد من المحلات العمومية وجوب امتناع العمل الذين يقدمون الأكل للحرفاء عن استلام النقود والحرص على تنظيف مستلزمات المطبخ بطريقة صحية فضلا عن وجوب التعقيم المستمر للفضاء بشكل عام تلك بعض التوصيات التي تقدمها في رقو حفظ الصحة لأصحاب المطاعمي والعاملين بها المحلات هذه المفتوحة للعموم يجيها للصحيح ويجيها المريض ويجيها المنعته قوية ويجيها المنعته ضعيفة بش احنا في ايطار هذا بش نحدوا من تفشي مرض كورونا بتونس شاء الله ربي يحفظنا الناس كلهم المخابس التي تنتج مادة أساسية في النظام الغذائي التونسي تعتبر من الوجهات الأساسية لفرق المراقبة الصحية في الظروف العادية فما بالك بالظروف الاستثنائية يقول أعوان هذه الفرقة اللي ركزوا عليه هو العمل في حد ذاته مساع العمال كيف يش يخدموا نظفة الجسم نظفة الهندام الظوافر تكون مقصوصة للخوات ما تتلبسش في مخص العامل في حد ذاته يجب أن يكون هو بيد وانظيف خطر هو ينقل هو نقل الجراثيم كيف كيف بالنسبة لأدوية العمل تجهيزات يلزمها لكلها تكون انظيفة يلزمها لكلها تكون معاقمة التعقيم يكون معناها دوري هذه المادة التي تنتهي في محلات البيع يجب مراعاة شروط الصحية لتقديمها للمستهلك منها على سبيل الذكر عدم إيطاحتها للعموم حتى لا تتعرض لللمس وبالتالي إمكانية نقل العدوى هذه الأمثلة ولأن اختلفت طبيعة الخدمات التي تقدمها للحرفة فإن شروط حفظ الصحة بها هو بغيرها واحدة ويمكن تلخيصه أيضا في كلمة واحدة النظفة أكد المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجد أمكانية رجوع إلى مخابر محلية أخرى إلى جانب المخبر المرجعي بشارنيكول في صورتي تكاثر الحالات التي تظهر عليها علامات الإصابة بفيروس كورونا بهذا المخبر المرجعي بمستشفى شارنيكول تم إجراء أكثر من 240 تحليلا في حلاقة بفيروس كورونا المستجد إجراء شمل الذين ظهرت عليهم عوارض الإصابة بهذا الفيروس لتؤكد لاحقا وزارة الصحة إمكانية الرجوع إلى مخابر أخرى محلية في صورة تكاثر الحالات حاليا المخبر المرجعي يمكن له بش يقوم بعمليات التحليل هذه على المستوى أمتاعه فما كما تعرفوا فما زوز مخابر أخرى موجودين في تونس يجمو كذلك يتم الرجوع إليهم وقتلي إذا كان أقططت الحاجة كيف درسنا اليوم إمكانية أنها في صورة ما إذا كان معناتها الوضع تعدى للفاست خواء اللي يولي فيها تكاثر متى الحالات فما إمكانية الرجوع إلى المخابر الموجودين في كوسسواس فاقس وإلا في سوسا وإلا في المسير فما مخابر اللي هي تجم تصير معناتها اللجوء إليها إذا استوجب الأمر المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة أكد أن أكثر من 2100 عائد من المناطق الموبوئة خضعوا للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما فترة حضارة الفيروس فعننا دو جروب فما اللي يجيوا من المناطق الموبوئة واللي نحطوهم في الحجر الصحي ونقضوا نتبعوهم باش نشوفوا عندهم شي أعراض انت المرض هدايا ونقومو لهم بالتحاليل إذا كان الأعراض ظهرت وعننا الجروب الثاني هما بما أنه ولو عنا حالات مؤكدة فما المخالطين مثل الحالات المؤكدة هذهم اللي نقوموا كيف كيف عندهم بإجراء تحاليل اللازمة وإذا كانوا فما حالات مؤكدة لهم نحينوا قائمة المخالطين لهم ونكملوا معناها راكبوهم وتبقى الإجراءات الوقائية على أشهدها مع رفع درجة اليقظة للحات من انتشار فيروس كورونا المستجد أكد المديرة الجهوية للصحاب بنزارت جمال الدين سعيداني أن عينات الدم التي تم رفعها لتحليل بالمخبر المرجعي بمستشفى شرنيكول بالعاصمة للمواطنين الستة عشر ممن احتكوا مباشرة بالمواطن الذي سفر إلى مدينة سترسبورغ أثبتت سلامتهم من فيروس كورونا المستجد وأوضح المديرة الجهوية للصحاب بنزارت في تصريح إعلامية أن هؤلاء المواطنين سيتم تأكيد عليهم بمواصلة الحجز الصحية بمنازلهم توقيا من أي طارئ غير مرغوب فيها وتنفيذا للبروتوكول الصحي المعتمد في مثل هذه الحالة قررت سفارة فرنسا بتونس غلق كافة المؤسسات التعليمية الفرنسية وذات البرامج الفرنسية المعتمدة في تونس ابتداء من مساء أمس الخميسة وحتى إشعار آخر وقال سفير الفرنسية بتونس أوليفي بوفار دارفور في بلاغ إنه حفاظا على المسارات التعليمية للتلاميذة فأن هذه المؤسسات والإطار التربوي العامل بها سيؤمنون التواصل البدغوجي عن بعد وضف قوله إن فرنسا المتضامنة مع الإجراءات التي قررتها الحكومة التونسية تساهم في التوقي من الوباء الذي أضحى يمثله فيروس كورونا المستجد كما أعلن السفير عن تعليق كل الأنشطة الثقافية في المعاهد الفرنسية بكل من تونس وسوسا واسفاقس مواضحا أن مصالح السفارة والقنصلية العامة ستبقى مفتوحة أمام المتعاملين معها وستؤمن عبر إجراءات ملائمة استمرار المرفق العام يواصل فيروس كورونا المستجد تسجيل إصابة جديدة حول العالم في حين تجاوز عدد الوفايات الناجمة عن الوباء حاجز الأربعة ألف في الأثناء تواصل دول إجراءات التوقي لمجابهة انتشار الفيروس عبر تعليق الرحلات من وإلى المناطق الموبوئة وغلق المؤسسات التعليمية والمتاحف وتأجيل التظاهرات الثقافية والرياضية الكبرى بحصيلة ثقيلة تجاوزت أربعة ألف حالة وفاة ومئة ألف حالة إصابة عبر العالم يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في مختلف القرات وقدرت منظمة الصحة العالمية أن الإصابات بالفيروس تضاعفت في الأسبوعين الأخيرين خارج الصين ثلاث عشرة مرة كما تضاعف عدد البلدان التي وصل إليها الوباء ثلاث مرات رغم تراجعه في كوريا الجنوبية والصين عدد ضخايا الفيروس في أوروبا لا يعرف الثبات ويتحرك بواتيرة متسارعة عدد المصابين في إيطاليا تجاوز الخمسة عشر ألف شخص وكسر عدد الوفيات حاجز الألف رغم تطبيق إجراءات الحجر الطبي في كافة أنحاء البلاد وإعلانها منطقة موبوءة وتعد إيطاليا ثاني أكبر الدول إصابة بالفيروس بعد الصين من حيث معدلات الوفيات وحالات الإصابة عدة حكومات أوروبية من بينها البرتغال وإسبانيا وبلجيكيا وبريطانيا وألمانيا فضلا عن دول شرق أوروبا أعلنت قرارات استثنائية تتعلق بغلق المؤسسات التعليمية وتعزيز تدابير الحجر الصحي فيما تحدث الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عن أسوأ أزمة صحية تشهدها فرنسا منذ قرن من الزمن يأتي ذلك فيما دق المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها ناقص الخطر محذرا من عجز أنظمة الصحة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عن مواجهة خطر فيروس كورونا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن من جانبه تعليق الرحلة مع أوروبا باستثناء بريطانيا فيما أشارت تقديرات إدارة الصحة الأمريكية إلى إصابة مائة ألف شخص بالفيروس في ولاية أوهايو وسط غرب البلد في غضون ذلك التخضع شخصيات سياسية للحج الصحي الذاتي من بينها رئيس وزراء رومانيا ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو فيما أعلنت الأمم المتحدة إصابة دبلوماسية من البحثة الفلبينية لدى المنظمة الدولية بفيروس كورونا لتصبح أول حالة إصابة معروفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إذن أدخل فيروس كورونا والإجراءات التي صحبته مختلفة دول في حالة من الذعر وأدى إلى انهيار في الأسهم وأسعار النفط وسط تنام المخاوف من رقود منتظر للاقتصاد العالمية أصاب فيروس كورونا لاقتصاد العالمية بالشلل بعد انتقاله إلى مرحلة الوباء وأدخل الأسواق في أزمة تشبه أعراضها الأزمة المالية العالمية حيث تتنام المخاوف بشأن اتجاه عديد الاقتصادية إلى رقود وسط توقعات بتراجع النمو العالمي لأقل من 2.5% وتوقع تراجع الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار مخاوف تعززت بعد اتخاذ دول عديد تدابير احترازية شملت تحديد تنقل الطائرة والبواخر وبعد غلق الولايات المتحدة الأمريكية لحدودها أمام الدول الأوروبية لمدة شهر برصة العالم مرآة الاقتصاد شاهدت من جهتها تراجعا فقد سجل مؤشر النكاة الرئيسي في اليابان اليوم هبوطا بأكثر من 6% في بداية التعامل في توكيو وهو أدنى مستوى له فيما يزيد عن 10 سنوات مع تنامي الدعر في السوق الأسواق المالية الأوروبية عارفت يوما صعبا أمس بعد أن سجلت البورصة الفرنسية انهيارا تاريخيا في أدائها نتيجة تأثير فيروس كورونا المستجد وانخفض مؤشر الكاكرون بنسبة 12.28% كما واجهت بورصات عدة أخرى كالمانيا وإيطاليا وبريطانيا انخفاضات تقارب العشر في المئة قبل أن تعاود أسواق الأسهم الأوروبية لارتفاع اليوم ببضع نقاط بمساعدة إشارات لوجود حزمة تحفيز أمريكية قد تساهم في تهديئة المخاوف بشأن صدبا اقتصادية كبرى سوق النفط لم تكن بمنأة عن هزة الكورونا حيث تتجه أسعار البترولي لتسجيل أسوأ انخفاض تاريخي لها منذ أكثر من 12 سنة رغم ارتفاع العقود الأجلة لخام برينت بنحو دولارين في وقت يراقب فيه المستثمرون تراجع الطلب بفعل وباء كورونا وزيادة الانتاج من قبل المنتجين الكبار كما تضرر قطاع العقارات بشدة لتنخفض أرباحه إلى أدنى المستوى في تسع سنوات ويقول محللون أن عمليات البيع تتصاعد وأن المستثمرين يبيعون حتى الأصول التي لن تتأثر بشكل كبير بفيروس كورونا بفعل الذعر وفكرة محدودة بشأن مدى تراجع الاقتصاد العالمي مع انتشار فيروس كورونا الذي أجبر الكثير من الحكومات على فرض قيود أكثر على النقل والتجارة والاستهلاك والخدمات في أخبار رياضة أعلنت الجامعة تونسية لكرة القدم اتخاذها بعض الإجراءات الوقائية والاستباقية لتقليس من أمكانية انتشار فيروس كورونا وذلك بتأجيل بيع تذاكر مقابلات الكأس المبرمج هذا الأحد وعدم فتح نقاط البيع قبل هذا الموعد بغية التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية لآخر وقت وبناء على المستجدات والمعطيات الأخيرة التي تسبق المقابلات وخاصة فيما يتعلق بحضور الجمهورية من عدمه كما قررت الجامعة تأجيل مقابلات الرابطات الجهوية إلى موعد لاحقا إلى جانب تأجيل مقابلات كل أصناف الشبان لمختلف المستويات والرابطات إلى أجل سيقع تحديده لاحقا الجامعة قررت أيضا لبقاء على تعينات مقابلات الرابطة الوطنية لكرة القدم هوات الأولى والثانية على أن يقع تحديد الموقف النهائي من حضور الجمهور بعد التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية عربيا لآن قصف الجيش العراقي خمسة مواقع لجماعة مصلحة مدعومة من إيران في العراق ردا على مقتل ثلاثة جنود بقاعدة التاجية وأزر البنتاجون بيانا عقب العملية أكد فيه أن ضرباته تمثل ردا مباشرا على التهديد الذي تشكله المجموعات المسلحة الموالية لإيران لا يمكن أن تقتل جنودا وتفلت من العقاب هكذا كانت لهجة بيان البنتاجون ردا على مقتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني وقد ردت القوات الأمريكية بخمسة ضربات استهدافت مواقع لتخزين الأسلحة تستخدمها كتائب تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في العراق ومنها مخازن واسلحة استخدمت في هجمات على قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وأضاف البيان أن الضربات كانت دفاعية ومتناسبة وكانت ردا مباشرا على التهديد الذي تشكله الميليشيات المدعومة من إيران وزير الدفاع الأمريكي كان حذرا أن الولايات المتحدة مستعدة للرد مجددا اللازم الأمر وذلك بعد أن سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفويض الجيش بالرد على هجوم الربعاء الذي سقطت فيه عشرة صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي الشمالية بغداد الجيش العراقي وفي بيان له قال أن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية على أربعة مواقع تابعة لقوات الحج الشعبي والشرطة والجيش بالعراق وأضاف البيان الذي بثه التلفزيون الرسمي أن المواقع المستهدفة شملت موقعا في النجف وثلاثة أماكن أخرى في جنوب العاصمة بغداد وقال وزير الخارجية البريطاني دوميني كراب أن الرد الذي قادته الولايات المتحدة على هجوم تعرضت له قوات التحالف في العراق كان سريعا وحاسما ومتناسبا وأضافا على كل من يسعى ليلحاق الأذى بقوات التحالف أن يتوقع ردا قويا إذن هذا ما لدينا من أخبار مشاهدنا البقية تأتيكم في مواعيدنا الإخبارية القادمة ونذكركم بعنوين النشرة اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية وتكثيف الحملات التوعوية في الفضاءات الخارجية والمحلات العمومية للتوقي من خطر انتشار فيروس كورونا فيروس كورونا يسفر عن وفاة أكثر من أربعة ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن مائة ألف عبر العالم لحد الآن ويتسبب في انهيار الأسواق المالية العالمية الفنتاجون يرد بسلسلة ضربات نجوية على استهداف معسكر التاجي شمالية العاصمة العراقية مما أسفر عن مقتل جونديين أمريكيين وأخرى بريطانية ويمكنكم أيضا مشاهدين مطابعة هذه النشر أو غيرها من الأخبار على بوابة التلفز التونسية تونسية تيفي نقطة نانضمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر